سلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في مهارة ومعلومة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم معكم أخوكم محمد زتاوي كما عودكم دائما وأبدا محاول أنتقلكم مواضيع مهمة ومطلوبة ونادر اليوم سنتعلم كيفية تصميم البار كود اللي نشوفه على المنتجات والسلعة يا جماعة كيف يمكن أن نصممه وين في المايكروسوفت وورد في المايكروسوفت وورد طيب بكل بساطة يا جماعة عندي منتج والمنتج لازم يكون له بار كود المنتج أو أي منتج لازم يكون له بار كود هذا البار كود يختلف من منتج إلى أخر بمعنى أنه إذا كان في عندي رقم معين أو بار كود معين للمنتج إكس مستحيل يتكرر هذا الرقم لمنتج آخر فبالأصل البار كود عبارة عن مجموعة من الأرقام الغير متكررة تمام وأحصر الرقم بين نجمتين حتى يتمكن الجهاز الخاص بقراءة هذا البار كود من قراءة ومنظل له كالثالث طريقة باختصار شديد هذا المنتج عندي مثال مايك كايبر اكس كواد كاست وحطيت لك رقم افتراضي المفروض هذا الرقم ما يتكرر مع منتج آخر حطيته بين نجمتين حتى يتمكن الجهاز من قراءته باجي على هوم باجي على الخط بلاقي في عندي خط هون يا جماعة بلاقي في عندي خط هون هذا الخط صار عندي كشكل البار كود في منكم رح يجي يقول لي مثلا أنا ملقيتش الخط هون طيب بكل بساطة تيجي يا صديق العزيز على هذا الموقع اللي رح اخلي لك الرابط طبعه في الدسكريبشن وبتيجي على نوع خط اسمه سي كود تسعة وثلاثين باي مارك تان بتقول له هون ايش داونلود تقول له ايش داونلود طيب نقول له اوكي نزلت الملف انا نزل عندي رح اقول له مثلا اوبن هيفتح ليه من خلال الملف الضغط او الونرار مرنامج الضغط وباجي باكبس دميل يكليك على هذا الفايل بطلع عندي هذا الويندو هاي الويندو مباشرة باجي هون شو بقول له انستول باجي بقول له ايش انستول مباشرة بعد بتعمل انستول يا جماعة هتلاقي انه نوع الخط انظاف عندك في قائمة انواع الخطوط وبتقدر تتمكن من عمل البر كود لاي منتج بدك يا بكل بساطة يا رب الحلقة عجبتكم اي كومنت برحب فيه اسفل الفيديو لا تبقى علينا بلايك سابسكريب وشير وانتظرونا في كل جديد